سباح الخير الناس الكل ما نحوي لكم يا رب تكونوا في ساحة جيدة و في خير و نعمة انا جيتكم اليوم بروتينة روتين ان شاء الله يكون مفيد لكم و ينفعكم يا رب العالمين و كما تعرفوا احنا توجه الرسيدة رمضان اقرب شو مش نعملوا باش نحضروا عدة توابة الامتاعنا و الفحات اهم حاجة هذو ملي ديما نخسلوا دبي بسمتاعنا و ننطفوها اي نبدأ الساعة اول حاجة نشرب قيوتي و بعد نعمل برنامج اليوم شو مش نعمل و ننظف البيب بسمتاع لفحات و نعمل اكلة خفيفة للعشية و عندي فطوري بيت من البرح اللي هو شكشوكا طيب شكشوكا لحقيقة فضلت منها حتيتها في الفرجيدير و ذي كان بش يفطروا منها و عملت فريكا سيب به اول حاجة كيما شفتوني عملت قيوتي و شنو نعمل كي بدى عندي تنظيف توابة الي يشد اليد هو بصراحة ننظف مليح مليح خاطر ننظف الدرق بل ما ندخل الكوجينا باش نفضي روحي للكوجينا و ما فيها واني منيش من النوع اللي نخرج الكوجينا فرد نهار اني من الناس اللي ننظف كوجينتي بالطاق بالطاق نبدأ على راحتي باش اهم حاجة و ليديتي يزيد اياك لفطورهم خاطر كي تعمل انت نهار كامل في كوجينة تولي ما فهمش فطوره و وقت كل يمشي في تنظيف التوابل و راهو مشد اليد بالحق نكمل نمسح البيوت و ننظفهم و نحك بيت البانو و نفرشهم و نسكرهم و نقولوا احنا و انا ايامهم بعد ندخل للكوجينا متاعي نحذر اول حاجة قلت لعجينا نخليها تخمر على روحها متاع الفريكاسي كي ما قلت لكم بك رياح عندي لها فطور من البرح بيت فطورنا في شكشوك عزيزة و غالية و تكم ولا شاهيكا المهم نمدها و نسخن الخبز و يفطروا على رويحاتهم و كالفريكاسي يقعد للليل نكمل تواشوري و نرجع لكم اطبع اتجار الفريقاسي وطوا بش ندخلناها ملاجينة الافريكاسية ونحضرها هي اللولة ونخليها تخبر ونبهد نوريكم عاد كيفاش بش نحضر ورأس الحانوت ولفحها عادي لهنا حطيت 200 مليلتر ميدي بش نحط لك الخميرة الخبز وبش نحط معاها غيرفة كبيرة متاع مايكلة سكر خليتها كيكا حليتهم في وسط بعضهم ونمشي خليهم كيكا مدة الدريج تدفع لك الخميرة مع السكر وتتنفخ وقتها نستعمله اكاها بالنسبة لليوم بش نستعمل 500 جرام في رينا وكي نستحقوا للمين زيدوا المهم تاوى اشوفوك الخميرة العزيزة كيفاش خمرت وراهو كي ما تطلع لكمش وما تعمل شاكل كشكوشة احنا نقول لهم الفوق ماذا راهي مشي بيها الخميرة فما لي حط لهنا ومره عمل زيد افريكاسي بالعظمة تنجموا الاهنا هني ما عنديش عظمة ما حطيتش راه المهم صبيتك الخليطة ذاكا وباش نصب بعض بتبعى الزيت زيت زيتونة ولا زيت نباتي اللي عندك في الدار حتيت مغير فا اثمين ثلاثة مغارف كبار مليونين زيت حتى بزيت نباتي خير راهو امان يا كيكا حتيت زيت زيتونة وكاهاو وبيه الي هنا باش نصب نصف الكمية متاع الفيرينة حتيت كانش طاير نخلطهم هذوكم على رواحه وعندي مغير فا صغيرة ملح باش نحطها مع البقية الفيرينة اكاهاو كينا القلما العجينة متاع الفيرينة يبسا نزيدو لها ماء راهي عجينة العجينة الافريكاسي مش كما عجينة الخبز راه هي تشبه لها اما راهي يزمها تبدا تتجبت كلا السيكا يعني هنا حتيت الملح في وسط الفيرينة خلطهم لي حوتا وباش نبدا نصب بالمغير فا بالمغير فا اللي نتحصل على عجينة وباش نزيد شوية ماء اكيد يعني خلط ترايف ماء اخرى منقولو في الحكاية الكل 300 ميلي لتر ماء شفتوها العجينة تتلصق في اليد يزمها تكون تتلصق خليتها توا تخمر ومشيت عادة نحك فاكل اغزر شفتو كيف ايه بالبلاكار بالبلاكار ما نعملش كل فرد نهار ايني نبدأ عامل عليهم كيف نجم نعمل زوزة ثلاثة اما بالنسبة لليوما بخاطر باش نحضر لفاح شي شدلي برشا يدي حكيت الساعة اول حاجة قالولي باش تنظف اللوح متاعك بالنسبة لليوما ليد خلط عليها بالحكاية بصراحة اما في سير ليميت نمسح بالله جاكس هكا شوي شوي اما المرة هذية تنظيفة عربي نقولو بالحكاية وبالجفيل والدينول ومسحتهم بالمنديلة الشيحة اللي هنا شو عملت خسلت البيب سيتي كما تشوفو فيهم بيبس الفاحات خسلتهم ممليحة مليح وبعد ما تخسلوهم نحطوهم في الشمس هكا كل واحدة وكيفاش نجم تخليهم يتسقطروا وبعد نمسحوهم بالمنديلة اما عزت انضاء العزها في الشميسة هزيتهم وحطيتهم في الشميسة البره في الفيران ده خليتهم اكيكا يشموا لهوي وندخل تواعد شو نواريكم شو حضرنا للتوابل هيا سيدية ايش عنا لهنا بش نبدأ مركز هكا معاكم عنا التابل هذيك التابل اللي هو الكسبر يقولولو يظهر لي في البلدين العربية هذيك كروية هذيك كمون اللي مبنيت اللي ما تعرفش لفاحات الكمون يبدأ لونه اخضر هذيك حبة سينوج وعندي حبة حليوة وبس بيس وعود عودة ذيك بش نستحقلو من بعدة تنقول لكم مقتاش وذيك رس ثوم للا بش نستعملو للواحد للراس الحانوت الهنا بش نقول لكم حاجة كتجي وتشريو تابل ولا كروية اللي بنيت شموا الريحة كتبدا ريحتها فيوحة الكروية راهي فرشكة بالريحة يعني نعرفها نزو نشم هذيكا راهي كروية الهنا بش نعمل لكم توا راس الحانوت راس الحانوت اللي اني نعملو ممكن طريقتي مش طريقتي ما اني هكا نعملو وفيوحة ريحتو على ما حليها الهنا من غير قياسة راهو شوفوا شعملت اول حاجة تنصفوا الكروية والتيبل مليح مليح قد ما تنصفوهم شوفوا شنو خرشت منو وراهو خرشت منو كو محجر وتغربلوه يهبط منو الغبرة عنا يريد فيه شقاعش برشا راهو مش شقاعش قاعش ما نحبش نبخلكم اما نضافه بهي الهنا شوفوا شنو عملت حاتيت الكروية والتيبل نقولوا قد الكروية قد التابل حاتيتهم فط بيق شا عملت حاتيت عود نشد بكميشة بيدي معنيها ما نحطش معنيها بالميزين ولا بالقييس هكا كمشة المهم قد تحطوا كروية قد التابل قد الكروية باش تجيكم كمية باية واحنا باش نفوحوها الكروية والتيبل اذي اللي ما بعضو باش نفوحو هذيك القرفة شديت القرفة بديت نقص فيها هكا طريفات طريفات خطريا بعد راهو باش تترحا معنيها عملت خلطة وصدقوني تود كنجربوها واذكروني على محلها على محلها في التاطيب تستعملوها في الشاكشوكة اني مثلا حتى في الشربة نرميها راهو يرفق اكا صغيرة في جاي رمضان دي ما في رمضان نعملها اكا اشتاير مغرفة صغيرة في اللخر اللي هني قعدت نقص في القرفة او باش نعطيكم زي الدفاحات اخرية معنيها باش نشيخوا باللفاحات انا اشري والقرفة اشري وفحاتكم اشري وعطش بي اشري وخبي اه ليه باش نستعمل اه شنو هذيك كبابة عرفتوها الكبابة هكا تلقوها في بيت المونة لبنيت اه نستعملوها في العصبين هذيك انتي تقولو كبابة هو يمدولك كعب مكعبرة تبدأ من عائلة العود نقوليني نفس النكهة متاع العود هذيك بفيح النجمة اكا النجمة اللي توالي يقولوها انا يبيعو فيها حتى في السوق سأريتها مرة في السوق زي دا وفي بيت المونة ولا ويبيعو فيه كل شي منها كميشا كميشا معنيها ما حطيتش كما نقولو بالميزين ولا بالقياس هكا شديد في كم شابيدي كما شفتوني هكا ورميت الحاجة اللي بيش تضغى على هذيك الكل هو الطيبل والكروية معني ايش بش نحط اخر هون يا استنى خليكم معاي الهني بش نحط شوش ورد ها 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 شوش ورد ريتوها هكا الورد الشيح هذيك هكا وفتفتو هكا بيدي تحطو كميشا زي دا مشي برشا عكا بيدك هكا تهز وتحط اه وبش نحط اخر زي دا الهنيش عنتي زيت حطيت شوش ورد اني حطيت كميشتي هه 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 سقطو براكا بالعين خطريني كي نوزل هكا الراها ماستحقة نزيدها خطر نحب ريحت شوش ورد مع القرفة تهبلت والي بايش بش نحطو اخر تواه الهني الثوم حطيت هيا راهي تحب الثوم بناتنا عندي راس كبيرة كيكا ثوم كنلقى نزيد اكثر شنو عملت كل سنينة ثوم انشقها على ثني هكا انشقها كمان هكي خيريت اني الراس الكبير اللي عندي خطره كبير والكعبه كبير هاكو كما تشوفوا فيها وبديت نقصهم هكي كجرار جرار ومبعد كيف تكملوا تخلطوا هكي الخليط بديكو معناها تشد عبارة كنك قثومه الدخل اغزر كمان هكي تعصر عليه هكي تنزل عليه بلقوي باش يتعصرك شوية كثوم بدييتك ومبعد نهزوه نحطوه في الشميسة فما بنييت باش يقولوا لي احنا معنا الشمس وكل حكيات ونعرش كنت حطوه طبق تحتك الشفاج متاعكو ما كلي في الديار هذو يشيح اني حاشتي يتوب الثوم يشيح مع كل الخلطة هذيك الكل بهي هذيك ارتحنا عليه وبعده كيشيح نرحيوه هذي يا سيدي طريقتي في تعريج الكروية برشة سألوني كيفاش نعرج الكروية والتيبل اشمعناها اني ما شديدش الكروية متاعي الكل والتيبل لكل شديد التيبل خبيته ونظفته وشديد حكار نقولوا تبيبسة اللي بش نستعملها بتاعجماعة جمعتين هذيك الكروية عرشتها وخليتها على شيرش ما عنيها عرشتها مش اللي انت حرقوها ولا ليرا ودوبة ما تعملكها تيك 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 هههههههههههههههههههههههه دوبة تعمل لك الحس إذيك هكا وتطلع الريحة هي تطلع الريحة وانتي سكر عليه دوبة هكا التحميرة وسيبلكم سيفة نكها في التطيب جربوها جربوها اني توى رحيت الكروية حاتيتها في تبيبسة ريحتها تعطرق على محليهاد ستقوني ريحتها فيه وحاكيف تكتك التعريجة تعمل فيها توى مبعد شديتك التابل كيف كيف رحيتو رحيتو حاتيت في تبيبستي هيك الدبوسة توفى وان ينمتك التابل يبدأ التابل نظيف تخبيه كان نظيف ما تخبيش يا عدم مسخ ليه تنظفه وتغرب له ومبعد تحطه في تبيبسة كبيرة لا تنقل لكم بيبش نحطه اذيك التابل زادة كيف رحيتو بعد ما عرشته والبقية نخبيوها وانتو فهك الدبوسة نعمل نفس الطريقة معناه نخبيوه شي معرج نخبيوه لعادي كي نبدأ حشي بيه نعرجو في وقته سيبلكم ريحة عزيزة وغالية ويجيكم تطيبكم فوح بإذن الله هنا عبيت الدبوسة هذيك هذيك يا سيدي التابل به ش عملت له هنا حتيتك الكروية وعندي كل الكمون زاد الكمون من غير مطاريج الكمون رحيت تبيبسة صغيرة واذيك هاك الكروية ولا تابل كروية جرتها به عقد بيبس النسكافي مش تقولوا لش عادة بيبسة ناس الكل تحط في تبيبس النسكافي به هي انا خبيت فيها عولتي وكالتابل خبيته واذيك رحيت ترايف كمون هذيك الكامون ترايف نحب ترايف بالترايف الهنيت بيبسة يشيحوا وفي الشميسة بعد ما شيحوا في الشميسة عبيتهم وحده بالكركم وحده بالفلفل أحمر وعبيت تبوسة الملح كلهم عبيتهم وكال بيبسة الفاضلينة بتاعها كالنوتيللا وكالواحد الكل حتيت فيهم مفاحات ما للوحوهما ما ونحطوا فيهم مفاحاتنا ومرة هكا نشري وتبيبسة ومرة مش لازم المهم شي بقعته لهنا الكليل هكا الكليل عندي شيح خليتك عب وبقي رحيت تبيبسة ما نرحيش الكل انا رحيت تبيبسة حطيتها زيدا هانا توكل شي مريقل فحاتي حطيته شنوه اخر هذي كان نعنيح ومزلت باش نشري نعنيح ونشيحو في الشميسة وزيد نرحي نرحي حاد بميتر حا شوية بيدايا نخليه هذي كان بس بيس لبنيتا بس بيس كعب تستحقوه للخبز الهناك يجيب تستعملوه في خبز الدروع ولا حوجها عرجوها ترايفرا ويسيبنك هكي يتعرر زيدا تعريجها كيما وريتكم في الكروية هاي يا سيدي عاد بش رتبها هذي بديهم زينينة كيكا ومضاف ومحليهم حتيتهم فكل حتيت تحتهم بابي باش ما يتماسخ ليش و باش نمشي نحطهم معا في الخزينة هاكا شفتوا الطاقة ذي كاني نظفتو نمشي نحذر فتوره ولدي غدوة نخرج الكيسين نخسل الكيسين ونردهم هكي كان عملو منتعبوش رويحنا وفي نفس الوقت بدأت دارنا مرتوبة وفي نفس الوقت اهم حاجة ولي ديتكم يبديوا فاطرين في طيرتهم ولبس عليهم هاني كدبو يستحقيني لها هاكا ذي كان دبوست السينوش اره اشري والسينوش للخبز زيدا وحبة الحليوة للخبز مثلا انا كدبيبسيت الصغير كل حطول هما حطوا فيهما اكل حبة الحليوة والسينوش فما فيها ذي كان باش نوريكم مفحات اخرى عندي شفت وذي كان القرفة والوكل النجمة حطتهم بعض وحطيت احكو حكة التابة للفوق وذي كان عد بتاع قهوة الحليب الصباح انا حطيتهم الفوق الهني عندي جوز الطيب دي معاملة كما من البان وهذي والحكة الكبيرة نحط فيها اللفحات المسكرة اللي متحلت شي كما القرقب هذي الهيل الهندي راني اني من الناس اللي حتى نوصيهم وما اي واحد يمشي لبرة قولوا يجيب لي الفحات انا يجيبوا لي الفحات متاع الهند نموت عليها فحات الهند وش كايرة الملح كنحليتها نسكرها نغطيها كمان هكا ونحطها في فك الحكيكة هيكية وتبدأ عندكم بانويت كيهاكية محليهم حطوا فيهم المكارونا الكسكسي باش ميتبزعش ديما حطوا الكسكسي كيت حل باش ميتكبش حطوها في هكا بانويت كيفين هذو ونمشي لخبيه هذي كاللوطة عيهانا شوفنا عندك الافريكاسي والله المرة هذي بالعمل شعره لفوت في خمرة عنها تلهيت الحقيقة وشد ليدك التابل والكروي والكمون كل نظفنيهم شفتوها العجينة كيشت جبت كلا السيكا ايا سيدي هذي اللي العشي ولا للعشي المهم هو ما فطره الحقيقة وربحه ومورهم ولا بيس عليهم وهذي قلت نكملها وخنا نمشي نرتاحها فيسا فيسا فريكاسي والله جيني شرها على محلة حليتها هكا نقوله زو الصانتي زو الصانتي العجينة تخليوها يعني العجينة خشينة شوية تشده خطا دبوسة واللي هو تعملوا دويرات دويرات واهم حاجة في الفريكاسي ويقود يخمر مرة أخرى حتيت هنا تحت وكالبابي باش ميلسق ليش في الوجاق ولا تحطو في رينا خطرو يلسق غطيوها تواهيذية ونفشي عادة الخامل الكوجينة حسنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهن ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى هنا كملت الكوجينة موسيقى وفي نقل الفريكاسيرا والفريكاسيم التقليقة يمكن ان انفخها ل��كا هناك الناتجة المزينة في القليل تسخن الزيت وتقص ك três للاعبة نرuch لا تكون هناك نار Wales واطسون للاعبة الفريكاسيم الداخل قالوا هذا لدينا أليس وجود هMusic ومزينين جربوها الطريقة وان شاء الله تعجبكم اكيد عبش نحللكم تواقعي با نوريكم شكلها من الداخل كيف نوع شوفوا مزينة وكيف فكرة هكا للعشية ولا في العشية الحقيقة المهم ان شاء الله يكون الفيديو خيف عليكم المرة هذي خاطر طولت عليكم شوية على غالب يزمني نوريكم له طريقة لفاحات black day المهم نكمل تواقعي بالهريسة والتن والزيتون والبتاتا المصموطة اكاهاو تحب تزيد اي حاجة اخرى زيدها حتيت بتاتا وطن وهريسة وزيتون بالنسبة للبتاتا فوحت راو حتيت لها شوية ملح وشوية في الفلكحال وشوية زيت وزي انت تبايقه امتاعي وهذا الشكل الفريكاسي امتاعي ان شاء الله عشبتكم شبقه توايز من يعد نمشي وتواقه نرتاح نمشي نعملكه كويستي اخضر بالنعنيع ونرتح فخار ربي تريف نعنيع من محب السمتاعي محليها نهز تواق الكويس سمتاعي ونمشي نقاط في السالة نرتاح وفي نفس الوقت واهم حاجة اني نقرأ تعليقاتكم تعليقاتكم المزينة اللي تفرحني بالحق تفرح لي قليبي ويربي يفرحكم كما فرحتوني بكليمكم وتشجيحكم ليا ايضي اقل حاجة نقل هيلكم راه نشكركم وننسي لكم بارك الله فيكم وربي يستركم ويحفظكم ان شاء الله خليكم توفظ مينة ربي وشالله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد ليه باي 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 ب